السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المجلة ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والدعوة في كلية الشريعة والدرسات الإسلامية بجامعة الكويت الدكتور ناصر اللغاني وبحث المنشور في عدد 123 بعنوان الفروق بين مصطلحي الدعوة والإنكار من حيث خاصية الإلزام والاختيار دراسة مقارنة في المصطلح الدعوي القرآني الفروق بين مصطلحي الدعوة والإنكار من حيث خاصية الإلزام والاختيار دراسة مقارنة في المصطلح الدعوي القرآني الدكتور ناصر خليفة اللغاني الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والدعوة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت ملخص البحث هذا بحث في مصطلحي الدعوة والإنكار براض بيان الفق بين مفهوميهما ومواضع استعمالهما من حيث خاصية التخيير والإلزام استنادا للأسلوب القرآني الكريم تأسيسا لفرع جديد من فروع علم الدعوة يمكن أن يطلق عليه علم الفروق الدعوية وقد نتج عنه ثبوت الفرق بينهما من هذه الحيثية باختصاص مقام الدعوة بالتخيير ومقام الإنكار بالإلزام وأن العلاقة بين المقامين علاقة تباينية وأن الإلزام في الإنكار إنما هو مبني عن تخيير وصورة تعاقد حيث يقوم الدخول بالدين مقام إبرام هذا العقد بين الفرد والمجتمع المسلم وتفرى عن ذلك أحكام وفروق أخرى أهمية البحث تظهر أهمية هذا البحث في كونه يؤصل لعلم الناشئ لا يزال في مرحلة التكوين وهو علم الدعوة وأنه يستند في هذا التأصيل إلى الاستعمال القرآني الذي هو الفيصل الحقيقي في تمييز المصطلحات الشرعية إشكالية البحث أولاً ما مدخالية مبدأ التخيير أو الإلزام في كل من حقيقة الدعوة وحقيقة الإنكار وهل يشتركان ويتحدان من هذه الحيثية أو يختلفان ويتباينان ثانياً ثم إن ثبت هذا الفرق فما الذي يترتب عليه من فروع وأحكام ثالثاً ثم إن ثبت كذلك فما هي علته الشرعية وما هي حكمته الدينية وفلسفته التشريعية أهداف البحث أولاً إثبات الفرق بين مقامي الدعوة والإنكار بالنظر إلى خواصهما ولا سيما خاصية التخيير والإلزام ثانياً ثم بيان ما يترتب على ذلك من أحكام وفروع وفروق في علم الدعوة والحسبة ثالثاً ومن ثم تحرير وإعادة تعريف كل من مصطلحي الدعوة والإنكار رابعاً السعي في وضع لابنة لإنشاء فرع جديد من فروع علم الدعوة والذي يمكن أن نطلق عليه علم الفروق الدعوية ما يضيفه البحث أولاً إثبات الفرق بين مقامي الدعوة والإنكار والتدليل على ذلك ثانياً وبيان ما يترتب على ذلك من أحكام ثالثاً وتحرير سيارة تعريف مصطلح الدعوة ومصطلح الإنكار تابعاً لذلك منهج البحث سلك الباحث المنهجين الاستقرائي والمقارن كما سلك المنهج الاستنباطي بخصوص المبحث الثالث من مباحث هذه الدراسة فقط النتائج أولاً أثبتت الدراسة وجود الفرق بين المقامين من جهة الخواص الذاتية لكل منهما وذلك باختصاص مقام الدعوة بالتخيير ومقام الإنكار بالإلزام ثانياً أكدت الدراسة أن الأصل في المصطلحات القرآنية والشرعية الاستقلال في حقائقها والتمايز في مقاماتها وأحكامها للترادف أو التداخل ثالثاً ترتب على ثبوت الفرق من حيث التخيير والإلزام أحكام وفروق فرعية أخرى التوصيات استكمال دراسة بقية المصطلحات القرآنية المتعلقة بعلم الدعوة كالهداية والإصلاح والتزكية والتعليم والموعظة الحسنة والمجادلة والمحاورة والتذكير والتبشير والإنذار طلباً لتحرير الفروق بينها باستقراء وتتبع وتحليل الأسلوب القرآني واستكمالاً لبناء علم الفروق الدعوية مولانا دكتور ناصر اللغان الحبيب ابتداء عنوان ما شاء الله يعني مصطلحات ومقارنة دعوي مع قرآني والزام واختيار فابتداء مولانا ودنا نفكك عنوان بحثك نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصعبة أجمعين في الحقيقة دكتور يعني فعلاً العنوان أساساً هي القضية الاصطلاحية والقضية الاصطلاحية في غاية الخطورة مصطلح الشرعي له آثار فكرية وآثار واقعية متى ما ضبط أو اختل تظهر هذه الآثار على الفكر وعلى الواقع من هذه المصطلحات التي تحتاج إلى تحرير مصطلح الدعوة ومصطلح الإنكار مصطلح الدعوة هو عبارة عن المنهج لإيصال الإسلام فنت تتكلم عن ثلث أجزاء الشريعة أن الشريعة عقائد ومبادئ وتشريعات ومنهج لإيصال هذه التشريعات وتطبيقها فلما نتكلم عن الدعوة نتكلم عن ثلث الدين بالاعتبار التخصصي ولذلك حتى التخصصات الجامعية عندنا الأصول والفقه تشريعات عندنا العقيدة تصورات فكرية وعقدية إلى آخره عندنا الدعوة هي قضية المنهج وكذلك أصول الدين فلما نتكلم عن الدعوة والإنكار نتكلم عن مصطلح هل هذا المصطلح الدعوة والإنكار بينهما ترادف يعني تساوي في المفهوم أو أن الدعوة أعم من الإنكار أو الإنكار أعم من الدعوة أو بينهما تباين لأن هذه العلاقات الأربع المنطقية علاقة الترادفية التباينية العموم الخصوص المطلق والعموم الخصوص الوجهي فدائما تجد هذه المسألة تثار في تفسير قول الله تبارك وتعالى وَلْتَكُمْ مَنْكُمْ أُمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ينهون على المنكر فيأتي المفسرون والعلماء يقول لك طيب عطف الأمر بالمعروف أنه على المنكر على الدعوة شلو نوع هذا العطف عطف تبايني والعطف ذكر العام على الخاص وغالب المفسرين غالب المفسرين يقول لك أن هذا من قبيل العام من قبيل ذكر الخاص بعد العام لبيان أهميته فقالوا أن الإنكار مفهوم الإنكار هو جزء من مفهوم الدعوة الدعوة أعم ولكن الإنكار أخص في مقولات قديمة تقول لا أن الدعوة هي الدعوة لأصل الإسلام والإنكار متعلق بشريحة المسلمين إذن هذه المقولات تقريبا عند بعض التابعين وتكاد تكون مهجورة في تفاسير المتأخرين فأخذت هذه القضية وبدأت أبحث فيها طبعا لأهمية من الناحية الاصطلاحية ولأهمية تخصصية أخرى وهي أن كتب الدعوة بعد الاستقراء تقريبا قرابة ثلاثين كتاب من كتب الدعوة وجدت استقراء كتب واستقراء تعريفات تعريفات الدعوة وتعريفات الإنكار وجدت أن تقريبا يعني ما يقارب خمسة وعشرين تعريف لا يفارق بين الدعوة والإنكار إما أن يساوي وإما المفهوم غير واضح فدعاني هذا إلى تحرير المصطلح طبعا لا يخفى عليكم دكتور أن المصطلحات تنقسم إلى ثلاث أقسام أما حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية إذن إحنا سنتكلم عن الحقيقة الشرعية الحقيقة الشرعية تقتضي مني أني أرجع إلى النص الشرعي الرجوع إلى النص الشرعي يعني إلى القرآن لابد من عملية استقرائية فأخذت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي الاستقرائي يعني أستقرأ كل آيات القرآن لأن إذا أخليت بآية واحدة ممكن تختل عندي النتيجة فاستقرأت آيات الدعوة كلها وآيات الإنكار كلها خرج معي طبعا من خلال الاستقراء الاشتقاقي خرج معي مئتين وثلاث آيات باشتقاق دعوة بعد الفرز المتعلق بالدعوة لأنه ممكن يكون الدعاء ممكن يكون يدعوهم ممكن يكون أمراء فاستخلص لي في البحث فيما يتعلق بالدعوة بمعنى إيصال الخير إلى الغير ثلاثة وأربعين آية الإنكار تسع آيات وردت بالشقين يعني بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربع آيات بالأمر بالمعروف فقط أربع آيات بالنهي عن المنكر فقط مجموحهم سبعتعش آية إذن خلص معنا في النتيجة الاستقرائية ثلاثة وأربعين آية دعوة وسبعتعش آية إنكار أو الأمر معروف أنه عن المنكر كلها صار ستين أي يبقى الآن شلون ندرسهم شلون نستخلص النتيجة أو الفروق اللي بين المصطلحين فالفروق اللي بين المصطلحين طريق طبعا قبل الفروق الآن نخذنا الدعوة والإنكار الإلزام والاختيار تمام الإلزام والاختيار البحث هذا الدكتور هو البحث الثالث في هذه السلسلة أي ما نشرتهم طبعا في المجلة هذه المباركة لكن نشرتهم مجلات أخرى الأول الفرق بينهم من حيث الشريحة المستهدفة ما هي الشريحة الثاني من حيث الموضوعات الأولى إيش كانت نتيجتها الأولى النتيجة التباين شريحة الدعوة هي لغير المسلمين 42 آية أو سنقول 41 آية بالضبط متعلقة بغير المسلمين آية واحدة متعلقة بالمنافقين آية واحدة اشترك فيها المسلمون والمنافقون وكانت هذه إشكالية حقيقة بعدين وجدت لها تفسير سبحان الله يعني إعجازي في القرآن اللي هو اللي هو أن أحيانا تكون شريحة المسلمين هي طبعا الإنكار شريحة الإنكار وأرجح الموضوع الدعوة شريحة الإنكار بتتبع 17 آية تتعلق بالمجتمع المسلم سبحان الله أي نعم كقول الله تبارك تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروفة نوعان المنكة فالتمكين إذن أنت في مجتمع ممكن إذن أنت في المجتمع المسلم وليش عبرنا بالمجتمع المسلم عبرنا بالمجتمع المسلم لأن الإنكار لا يختص بالمسلمين فقط في المجتمع بل يختص بأفراد المجتمع فالإنكار حقيقة متعلقة بجانب ديني وجانب دنيوي أما الدعوة إلى الله فهي خالصة للجانب الديني فهذه الشريحة خرجنا بنتيجة الآية الوحيدة من الثلاثة واربعين آية كانت لها بعد دعوة واضح اللي في الدعوة هذه اللي في الدعوة ما يعني جعل شريحة المسلمين بشكل استثنائي جدا قال لك لأن أحيانا تكون هناك شرائح دعوية هي في الأصل مسلمة لكن نست الإسلام فأنت الآن ما تستطع أن تقوم معها في عملية الإنكار أنت الآن مهمتك معها في مقام الدعوة فسمحان الله يعني إعجاز قروحاني عجيب سبحان الله بالنسبة للبحث الأول الشريحة خاصة البحث الثاني نين الثالث لعدين البحث الثاني البحث الثاني متعلق بالموضوعات دكتور شنو كعنوا أنا؟ يعني قريب من الفرق بين المصطلحين من حيثية الموضوع وصلت فيه؟ وصلت فيه إلى العلاقة التباينية بعد؟ أين نعم حجيب؟ نعم فالأولى التباينية الموضوعات التباينية طلع اللي في الموضوعات طبعا هذا ليل حين حماد دخلنا في بحثنا نعم نعم سلسلة نقدر سلسلة هي الثالث هذا لكن لا تكتمل الصورة إلا بال طلع معك بالموضوعات الموضوعات سلمك الله خرج معي تباين عجيب خرج معي أن موضوعات الدعوة محصورة خرج معي تقريبا خمسة عشر موضوع على رأسها ذات الله تبارك وتعالى موضوع دعوي والدعوة إلى الإيمان الدعوة إلى وحدانية الله غير ذات الله تبارك وتعالى الدعوة إلى أركان الإيمان الدعوة إلى الإسلام كجانب تطبيقي تشريعي الدعوة إلى التقوى الدعوة إلى الخير موضوعات خلصنا إلى خمسة عشر موضوع جميع هذه الموضوعات تتسم بسمة واحدة كلها موضوعات كلية ما فيها موضوع جزء واحد نأتي إلى الإنكار لم يصرح القرآن في سبعتاش آية في موضوع واحد أبهمه في جميع الآيات حتى في مستشرق أمريكي كان عنده كتاب جيد في الأمر بالمعروف أنه عن المنكر وقال أنا وقفت على التسع آيات ويقصد الآيات بالجزئين الأمر بالمعروف أنه عن المنكر وما يعني ما تم الاستقراء فقال يعني هذا من القصور في القرآن أمريكي يعني ما هو مسلم فيقول من القصور في القرآن أنه يذكر الأمر بالمعروف أنه عن المنكر ثم لا يشير إلى موضوعاته فهو مستشكل هذا الموضوع في البحث الذي كتبه الدكتور خلص بنتيجة إعجازية في القرآن تبين معي أن إغفال القرآن لموضوعات الإنكار أمر مقصود وإعجازي ليش؟ لأن موضوعات الإنكار غير متناهية صحيح وهي أيضا من ناحية الأولى غير متناهية وقابلة للتجدد وشاملة للدين والدنيا فكيف يمكن أن يحصره القرآن؟ فأغفلها القرآن تماما فممكن أن تأخذ الموضوعات المتعلقة بالإنكار من واجبات الشريعة أو من محرمات الشريعة أو من الأعراف التي تستجد اليوم نقطع الإشارة الحمراء نعتبرها منكر تماما وهو أمر مستجد لأنه يرجع إلى العرف الأمر بالمعروف وأنه عن المنكر يعني المعروف في المجتمع والمنكر في المجتمع في الأصل في الاشتقاق اللغوي فهذا كان البحث الثاني هنا البحث الثالث أول كان تباين والثاني تباين والثالث الثالث تباين بس تباين غير لكن البحث الثالث هو خلاصة البحوث كلها دكتور في رابع أو لا؟ لا لا بس خلاص رابع بتسلسلة علم الفروق الدعوية طيب ندخل الآن علاقة تباينية عرفناها الآن وفيه فرق بين مقام الدعا والإنكار ومقام الإنزام والاختيار طيب الإنزام في الإنكار تمام هل ما أبني على التخيير؟ طبعا البحث هذا دكتور يعني الأول عن الشريحة الثاني عن الموضوعات وهو متعلقات هذا في المهية في ماهية المصطلح ماهية الدعوة أيش؟ ماهية الدعوة من الناحية اللغوية وبالأدلة القرآنية هي عبارة عن عرض لما تقول أنا أدعوك إذن أنا أعرض عليك ما أقدر ألزمك ولذلك اقترن مصطلح الدعوة في القرآن بمصطلح الاستجابة تمام؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم فالدعوة متعلقة بالاستجابة والاستجابة لا يمكن أن تكون استجابة إلا أن تتسم بالاختيار تأتي إلى الإنكار تجد العكس الإنكار مصطلح فيه مصطلح الأمر ومصطلح النهي الأمر بالمعروة الأمر والنهي الأمر عند جمهور الأصوليين وكذلك النهي الأصل فيه الإلزام يعني أما وجوب الوجوب أو التحريب في الأصل طبعا بغض النظر عن القراءة المحتفة بالأمر أو بالنهي يعني فكمصطلح من ناحية اللغوية فيه تباين الدعوة فيها إلزام والقرآن أنلزمكموها وأنتم لها كارهون دعوة الأمر معرفة عن المنكر وأمر أهلك بالصلاة إني إلى آية السلطة الذين أمكنناه في الأرض السلطة شفايدة السلطة إذا ما فيها إلزام إذا فقدت سمة الإلزام ما هي سلطة وسياق الإنكار أو سياق السلطة هذا في مقام الإنكار وليس في مقام الدعوة حتى وأمر أهلك بالصلاة هذا مقام إنكاري مو مقام دعوي وهذا التفريق مهم جدا مهم جدا وأمر أهلك بالصلاة مقام إنكار مقام إنكاري شلون؟ الصلاة في لها مقامات دعوية في القرآن لكن بخصوص وأمر أهلك بالصلاة لأنك أنت مسؤول وصاحب سلطة في البيت فتأمر أهلك بالصلاة اللي هو زوجك وأبنائك طيب المقامين الإلزام والاختيار هل هناك أحكام متولدة عن الفرق بين المقامين نعم بعد الدراسة يعني بعد ما خلصتنا فعلا هناك فرق يعني جوهري في خاصية المصطلحين أن الدعوة خاصية التخير والإقناع والإنكار خاصية الإلزام لأنه في قضية مهمة دكتور قلنا نحن موضوعات الدعوة عامة وكلية صح؟ موضوعات الإنكار جزئية جزئية يعني مثلا معاملة ربوية مثلا شرب خمر الزنا ترك الصلاة قضايا جزئية إجرائية فالأحكام التي تولدت من المقارنة بين المصطلحين والخلوص إلى هذه النتيجة التباينية يعني في عدة أحكام ممكن يعني نقرأها مع بعض يعني الحكم الأول الحكم الأول درجة الوجوب وإمكان سقوط الوجوب الشرعي الدعوة واجبة شرعا والإنكار واجب شرعا طيب هذا الفرق هل يؤثر في درجة الوجوب؟ نعم يؤثر تأثير كبير الإنكار بمجرد حصول توقع بغلبة الظن لي مكروه يقع علينا كمحتسب أو يقوم بعملة الإنكار سيتغير الحكم من الوجوب إلى الندم في الدعوة لا ما ينتقل من الوجوب إلى الندم يبقى الوجوب ويجب عليك أنت كداعية أن تغير في أسلوبك فبدال ما أنك في الإنكار أنت تلزم الناس بترك هذا الأمر أو بفعل هذا الأمر ورح طبعا أن هذا الإلزام هو طبعا مستند إلى خلق نقول غطاء قانوني في المصطلح المعاصر يعني لأن الأصل في التشريع هو التخير وليس الإلزام الإلزام فرع عن الدعوة فالفرق الأول أن وجوب الدعوة لا يكاد يسقط لأنه ممكن أنت تغير في الأسلوب ممكن أنت تدعو بمجرد عرض المفاهيم الكلية أو بمجرد التذكير باليوم الآخر وهذه الأمور أما بالإنكار لا خلاص أنت ما قدر تنكر على شخص تخفت منه ممكن يحوشك ضرر سقط الوجوب يبقى الندب يعني هذا مقام عظيم أنك تبادر وتنكر فهذا الفرق الأول في الأحكام الفرق الثاني في الأساليب والمراتب الإنكار في ثمن مراتب ذكر له العلماء ثمن مراتب وتسع مراتب أول شيء التعريف ثم الموعظة الحسنة التعريف في حق الجاهل الموعظة الحسنة في حق يعرف الحكم لكن خالف النص الشرعي أو خالف الحكم الشرعي بعد ذلك الغلظة القولية اللي ما يفيد معالين تحتاج أنك تعطي شوي كلمة شوي ولدك الصغير كذا تعطيه عنية تهوس عليه شوي بعد الغلظة القولية ممكن التغيير اليدوي دخلنا هنا في السلطة أي التغيير اليدوي هل هو راح يكون للأفراد في المجتمع أم للحاكم أو لولي الأمر أو لمن له ولاية ولاية عامة مثل ولي الأمر والأب في بيته والجد والزوج فهي من له ولاية في الشريعة فيدخل في التغيير اليدوي على خلاف بين الفقهاء وهذا مذهب المالكي على كل حال من هذه المراتب هذه الدعوة ما لك شغل فيها الدعوة لا تتعلق بهذه المراتب الدعوة مراتبها مختلفة تماما الدعوة عندك مثلا أسلوب المجادلة الإنكار لا علاقة له بأسلوب المجادلة أسلوب مجادلة متعلقة بالدعوة قضية إقناعية لا ألزام الإنكار المناظرة المناظرة نعم لا أقدر الناظر واحد ألزمها شهادة المناظرة فهذا فيه فرق آخر أيضا الله يحفظكم دكتور مطلوبية الذهاب إلى الشريحة المستهدفة في الدعوة يجب علي أني أنا أذهب إلى الشريحة المستهدفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى القبائل في موسم الحج في الإنكار هذا الأمر ممنوع ومحرم لأنه في الإنكار يقولك ولا تجسسوا لا يوجد تتبع عورة أخيك المسلم إنك إن تبعت كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تبعت عورات الناس أفسدتهم يعني النتيجة عكسية لما تتبع العورة حتى الإمام أحمد سؤل قالوا يا إمام يعني علمنا بوجود منكر معين في مكان معين بس ما ندري أي بيت هذا ولا هذا ولا هذا يلزمنا نروح نفتش قال لا ما لك ولا هو مختلف تماما هذا يقولنا ولو أنه إلى الإنكار في مسائل الاجتهاد أي تمام هذه قضية حقيقة يعني جوهرية في البحث دكتور لما خلصنا إلى نتيجة واضحة أن عملية الإنكار هي مرحلة بعد عملية الإقناء بعد عملية الإقناء فأنا ما أقدر أقوم بالإنكار إلا لما أكون مقتنع بالحكم لذلك أنا ما يحق لي في المجتمع المسلم أن أنكر على أهل الذمة قضايا هي حلال في دينهم حلال أكل الخنزير مثلا شرب الخمر حلال عند النصارى مثلا الخنزير عند النصارى الخمر عند اليهود والنصارى ما أقدر أنكر عليهم أما بالنسبة للأمور المحرمة لا يشرع لأنني أنكر عليهم الزنا محرم عندهم حالم حالم مسلمي الربا محرم عندهم حالم حالم مسلمي بشرط طبعا عندما لإظهار وشروط أخرى بالنسبة لما نأتي إلى الإنكار بإجماع العلماء ونقول مستفيدة جدا بالعشرات أنه لا يشرع الإنكار في مسائل الخلاف طيب شعلاقتها في موضوع نظرية الإلزام والتخيير في مسألة الإنكار والدعوة قالك لأن القضايا الخلافية لم تحسم القضية الإقناعية فيها فأنا لم أقتنعت أنت عندك رأي فقهي وأنا عندي رأي فقهي حتى لو أنا صاحب سلطة حتى لو أنا أعتقد أن حجتي أقوى حتى لو أعتقد أن حجتك في غاية الضعف مدام هي في دائرة الظن ولم تصل إلى دائرة القطع يعني هي اجتهادية فلا يجوز شرعا بإجماع العلماء أني أنا أنكر عليك إذن هذا متسق مع مبدأ التخيير والإلزام ما أقدر ألزم إلا أن يكون هذا الإلزام مسبوق بالإقناع طيب طيب هل هناك خلاف شرعي لغوي في موضوع الإنكار كمصطلح مثلا أو حقيقة شرعية تمام في أظن قبل يمكن عشرين سنة طبعت وزارة الأوقاف كتاب في الكويت عندنا كتاب جيد لمؤلف فاضل صديق وزميل من خارج الكويت تطرق إلى قضية لا إنكار في مساء الخلاف لعله بهذا العنوان لما قرأت الكتاب وجدت فيه إشكالية بصراحة الإشكالية شنو هو قال القاعدة هو في الكتاب يعني واجه إشكالية شنو الإشكالية إشكالية أن هذه القاعدة لا إنكار في مساء الاجتهاد مقررة عن جميع العلماء ونقل فيها الإجماع ثم يعني أشكل عليه عدد من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يقول السيدة عائشة أنكرت على أبي هريرة ابن مسعود أنكر على عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين لما صلى في الحج أربع ركعات يعني ما قصر فأنكر فأنكر عليه صلاة الركعة إتمام الصلاة وعدم القصر في النسك فقال هذا طيب هذا من قبيل الإنكار فكيف هي قضية اجتهادية الإشكالية ممنية على المؤلف وغيره طبعا هذا الخطأ خطأ شائع موجود حتى في مواقع مواقع كثيرة التي تتكلم عن أحكام الإنكار يقولك لا إنكار بمسال اجتهاد ولكن يبدأ يستثني لا ما في استثناء طيب شنو حل هذه الإشكالية حل هذه الإشكالية أن الإنكار الذي ورد عن الصحابة ليس إنكارا شرعيا إنكار لغوي مو إنكر شرعيا فابن مسعود لما يقول أنكرت أنا هذا هو إنكار يعني مثل ما يقول أنا والله هذا حديث منكر أنا والله إنكرت هذا الشراب يعني استنكرت طعمه والله اللباس هذا لابس لي مثلا غترة لونها أحمر والله رح أستنكرها أنا هل هذا إنكار شرعي مو إنكار شرعي الإنكار الشرعي الإلزامي ولذلك ما يدل على أن هذا إنكار لغوي وليس شرعي أن عبد الله بن مسعود نفسه رضي الله عنه لما أنكر هذا القول بمعنى يعني أنكر إنكار لغوي يعني مباحثات فقهية بعد ذلك هو ترك قوله وذهب إلى منه إلى قول عثمان رضي الله صلى الله أربعا ولو كان هذا إنكارا شرعيا يصير والله أنا أنكر على شخص يشرب خمر أنا قاعد معه وهو يشرب مثلا الخمر أو يتعامل بمعاملة ربوية أو أي أمر آخر أو يظلم إنسان أنكر عليه بعد ذلك يقول والله خلاص أنا رح أشاركك في المنكر فهذا ليس إنكارا شرعيا وهذا يتضمن حتى طعن في الصحابة رضي الله عنهم إذا اعتبرنا أن هذه الصور استثنائية من الإنكار الشرعي أننا كأن الصحابة متساهلين في عملية الإنكار الشرعي يعني متنازلين عن القضايا الإلزامية ولذلك الإنكار يبقى في القضايا الاجتهادية لا إنكار فيها وما ورد من الآثار بما يفهم أنه من صور الإنكار بين الصحابة رضي الله عنهم فهذا من قبل إنكار اللغوي وليس الإنكار الشرعي نشكر مولانا الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والدعوة في كونية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويل على هذا اللقاء الماتع نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامجكم برنامج المجلة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر